على إثر موافقة المحكمة الاتحادية للتعديل الثالث لقانون الانتخابات القاضي بالعد والفرز اليدوي يتجه البرلمان العراقي إلى تمديد عمله لحين ظهور نتائج الانتخابات وإن القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية أربك على نحو واضح عملية تشكيل التحالفات لتكوين الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي في هذا السياق أرجأ البرلمان العراقي جلسته المفتوحة أمس الجمعة إلى يوم الأحد القادم والذي كان من المتوقع أن يشهد تصويتا يقر بتمديد ولايته حيث عقدت الجلسة وسط أجواء من الجدل بين القوى السياسية أثارها قرار المحكمة الاتحادية القاضي بإعادة فرز أصوات المخترعين يدويا رئيس مجلس النواب سليم الجبوري قال إن الهدف من الجلسة التي لم يكتمل نصابها هو تمديد عمر السلطة التشريعية بالتوازي مع السلطة التنفيذية مؤكدا أن البرلمان ماضي في إكمال مهمة إعادة تدقيق نتائج الانتخابات من خلال العد والفرز اليدويين وفقا لما أقره القضاء العراقي حظي قرار اتحادية بانتقادات متباينة من الكتل السياسية التي كانت تميل إلى الركون إلى النتائج ومن ثم طعنت فيها قوة كثيرة فيما يتمحور النزاع حاليا بين المؤيدين للعد والفرز الإلكتروني ومن ضمنها الكتل التي تلت الصدارة في النتائج وبين الكتل التي تؤيد العد والفرز اليدوي ومنها دولة القانون بزعامة نور المالكي ورئيس البرلمان سليم الجبوري وبخصوص الإجراء الذي يتخذه البرلمان العراقي أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة ديالا صلاح الجبوري إن المحكمة الاتحادية شرعنت الجلسة المفتوحة التي شرع من خلالها البرلمان قانون التعديل الثالث للانتخابات وبالتالي فإن الجلسة المفتوحة سوف تستمر لحين مطابقة نتائج الانتخابات بما في ذلك تمديد عمر البرلمان فيما وصف الحزب الديمقراطي الكردستاني قرار الاتحاد بأنه مسيس حيث قال عضو البرلمان العراقي عن الحزب الديمقراطي ريناس جانو نحن أمام معضلات قانونية وهي الكتلة الأكبر مبينا أن قرار المحكمة كان قرارا توافقيا سياسيا والتوافق كان واضحا والتسيس واضح به